طيب تعالوا بقى نروح ونتكلم شوية عن ماتش السوبر وهنروح مع حضراتكو أنا وكريم لزاوية مختلفة شوية لأن احنا مش هنتكلم بس عن المكاسب الفنية احنا عايزين شروح شوية للمكاسب المعنوية فكرة هنا الفوز بالسوبر للمرة الاثناشر أكتر من ان احنا هنا بجد من استعرض العديد من الأخبار وحضراتكو لا أول حاجة كمان المكسب اللي عايزين نركز عليه بلغة الأرقام على الزمالك تحديدا طبعا ليه بنقول الزمالك هو أقرب منافس على مدار التاريخ وده المهم جدا عشان نبدأ بداية موسم جديد بالتتويج ببطولة وده أعتقد بقى الشق النفسي بدي دفعة كبيرة جدا ومعنوية لكل اللاعبين على الاستمرارية في تحيق المكاسب وفي كل المباريات دي حاجة تاني حاجة بتتكلم عن أول بطولة للصفقات الجديدة واللي افتتحها سافيو بهدف برازيلي زي بتعال عليه ولا أروع وبمناسبة سافيو بس أنا عايزة أقول حاجة علشان يعني تاني حرجة أقول الايكنز المفروض أو القامة المفروض طبعا بنكني لها احترام المفروض اللي كانت بتطلع تتكلم عن الصفقات اللي الأهلي عملها أو برونو سافيو تحديدا تقولك ده مش عارف إيه ومعتقدش ويقولك بيقلل يعني من السوق ويقولك ده مش حاجة يعمل أي فرق مع النادي الأهلي وغيره سمعنا كلام زي ده وإحنا ما بنردش يعني حال قناة الأهلي ما بتردش قوي عم بتستوقفهاش الحاجات دي قوي الرد بيبقى على الأرض الرد بيبقى على الملعب ده حالك كبير الكبير دائما مش بياخدها واحد قصاد واحد ونعد نتكلم ونرد على بعض لا إحنا بنرد على الأرض وقد كان برونو سافيو طالما اسمه انضم مع النادي الأهلي وتكتب ضمن قائمة النادي الأهلي يبقى أكيد هذا اللاعب لاعب يليق وهو يمكن أكبر رد كان أول جول افتتح وعلى فكرة الجول كان رائع جدا يعني إحنا هنتكلم بقى هنا عن الصفقات إحنا تاني قلنا كتير من الصفقات بتكون مش بالعدد لأ بتكون يعني بالكيف أو بتكون بالزي ما بتقال كده الكواليتي الكواليتي بتاعي فعودة كمان محمود بتولي يا كريم وأكرم توفيق لو أنا هتكلم بقى عن اللعيبة بتاعتنا اللعادة من الإصابة أعتقد أن هي أهم صفقات الموسم ده كمان وبالأرقام تاني الأهلي لعب خمس مباريات تحديدا محلية وإفريقية لا معلش بقى ما دخلش فيه ولا هدف يعني بداية ولا أروح هنرجع نقولها تاني عندك أقوى خط دفاع حتى الآن الكلام ده بيترجم أنت عندك أقوى خط دفاع حتى الآن كل دي مؤشرات أعتقد في الأول في الآخر عظيمة للي جاي بإذن الله أنا سعيدة وأنا يمكن حالي حال كل الأهلوية اللي موجودين واللي بيشجعوا واللي شايفين واللي قرين المشهد يا كريم سوفر طبعا